اشتركوا في القناة وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بخيل إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخص الناس أشياءهم ولا تبخص الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قولوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبدك في قناة أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ترجمة نانسي قنقر قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم أخالفكم عنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صدق الله العظيم